طبعا نصايح هتيسر عليك الحج بصورة كبيرة ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجع في فيديو جديد واحد اشترط عند الاحرام ودي مسألة خلافية والرجح ان يجوز في كل الاحوال تشترط يعني ايه تشترط يعني تقول لبايك اللي هم حجة وان حبساني حابس فمحلي حيثوا حبستاني ليه عشان لو حصل قدر الله ظروفه وما كملتش الحج ما يكونش عليك شي يدوبك بس تتحلل تقص شعرك او تحلق شعرك وخلاص على كده تفصيل كبير طويل لو حصل انك ما وقفتش بعرفة لظروف حصل زرف ما خلكش تكمل الحج هتراح نفسك من موضوع كبير اوي 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 لو انت اشترطت هذا الشرط اتنين هات مكنة حلاقة وعشان ما تقفش في طوابير عشان ايه عشان الحلاقة التحلل يعني من العمر او الحج والقول الراجح انك لو حلق تلت شعرات فاكتر كده انت تحللت فحتى لو ما بتعرفش تخدم مكنة اوي مجرد ما حلقة شعرك بالمكنة ودي سهلة يعني هتوفر فلوس وحتوفر طوابير وحتوفر زحمة فدي نصيحة كويسة جدا وطبعا الافضل تحلق شعرك تماما او تقص شعرك والقول الراجح لو قصيت عشان ما توسوسش لو قصيت اكتر من ثلاث شعرات انت كده تحللت ثلاثة خد بالك ما تخافش حجك صحيح لو عملت اربع حاجات ناويت ناويت الاحرام اه وقفت بعرفة ولو ثواني وطفت طواب في الافاضة وساعت ساعة بتاع الحج كده خلاص الف مبروك انت الحج بتاعك صحيح عشان الشرطان ما عايش يقولك لا انت ما عملتش دي دي مش عارف ايه وتخاف اربع حاجات هي اركان الحج عملتهم اطمي الحجك صحيح الباقي يمكن يعوض بدون تفصيل لكن كل حاجة لكن كده الحج خلاص انت اتميته تقولي طب المبيت بمينة واللي مش عارف اه رمي جا برات دي كلها هتعملها بس لو ما عملتاش وحصل ظرف انت ممكن تعوضها بذبح اه فدية او ذبح بهيمة اللي هي بيسموها الدم اربع ما تخافش من محضورات الاحرام لانك لو عملتش من محضورات الاحرام ناسيا او جاهلا لا شيء عليك يعني دخلت المطار وانت محرم وانسيت واستخدمت صابونة معطرة ايه خبر ده ننسيت لا ما عليكش شيء مدام ناسي او جاهل او مكره خمسة الذهاب الى المدينة ليس من شروط الحج يعني برضو ما تشقش على نفسك ولازم تروح للمدينة حبيت روح للمدينة كنوع من ازدياد الاجر والثواب ماشي انما الحج كله مش مطالب بتروح بيه الى المدينة برضو ده يخفف من عناء او احساس باني الحج شاق لا الحج كله ملوش علاقة بالمدينة ده حاجة زيادة بنعملها بعد الحج ستة يجوز الجامع بين طواف الافاضة وطواف الوداع يعني مش لازم تعمل طوافين ممكن طواف واحد طواف الافاضة وتنوي معاها طواف الوداع وتروح على طول على المطار يبقى انت كده اتميت الطوافين بطواف واحد سبعة رمي الجمرات في ايام التشريق زحمة اوي في اللي هي بعد الزوال يعني بعد سلوات الظهر لا انت ممكن ترمي بالليل ينفع يجوز الرمي بالليل في الروآن وعدم الزحام النعم يجوز وده ممكن يكون افضل عشان تتفادى بعض الزحام والساعات الحصى بيرمع عليك ونحو ذلك فانت اجل الرمي الى الليل وده برضو من الامور اللي تيسر عليك الحاجة ان شاء الله دعم الفيديو بشير والايكو من شراء في القناة شوفكم المرة الجاية والسلام عليكم